النهاردة هنعمل وصفة كلنا بنحبنا كلها ودايما بنعملها في الأوقات اللي بنكون مستعجلين فيها وعاوزين حاجة سريعة ولذيذة هنعمل النهاردة الكفتة المشوية هنشويها كده في الطاصة وكمان هنعرف سر تمسكها وازاي بتطلع معانا احلى من الجهزة بتدبيلة حلوة جدا جدا وبسيطة بتمنى تعملولي لايك لو الفيديو عجبكم ويلا بينا نبدأ في البداية حبيبي هنجيب كيلو لحمة مفرومة وكون مفرومة فرم ناعم وكون فيها 30% نسبة دهون بعد كده هننزل على اللحمة المفرومة ببصلة متوسطة مبشورة ناعم جدا بعد كده هننزل عليها بمعلقة صغيرة توم مهروس بعد كده هننزل على الخليط باتنين معلقة كبيرة بقدونس مفروم بعد كده حبيبي هننزل على الخليط بتاعنا بالبهارات وهي عبارة عن معلقة صغيرة ملح نص معلقة صغيرة فلفل معلقة صغيرة بغارات سبعة معلقة صغيرة بابريكا نص معلقة بيكنج سودا تقليبيهم كده كويس بعد كده هننزل على الخليط بست معالق كبيرة بقسمات ناعم بعد كده هننزل على الخليط ببيضة بعد كده هننزل على الخليط بنص بطاطساية مسلوقة ومهروسة بعد كده هنخلط المكونات كلها مع بعضها كويس جدا ناعم نفضل نعجنها كده كويس جدا حبيبي لحد لما الخليط كله يتجانس مع بعضه بعد كده هنشكلها حبيبي بالشكل ده هنجيب شوية زيت وتتهني كده بيهم ايديك وناخد كطعة صغيرة واهم حاجة في التدوير بتاعها هنعملها اقراس ما تكونش سميكة منك علشان تستوي بسرعة زي كده بالشكل ده بالزبط اقراس حتبلي ايديك طبعا بنقطتين زيت حتشكليها كلها اقراس عايزة تعمليها اقراس كبيرة اعمليها عايزة تعمليها اقراس صغيرة اعمليها بيرجع لك بالشكل ده بعد حبيبي لما شكلناها بالشكل الجميل ده هنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة ترتاح علشان لما نيجي نقليها تكون متماسكة وكون طعمها جميل وما تكشش منها وحرجعلك بقى ساعة الالية بعد حبيبي الكفتة مرتاحة نص ساعة في التلاجة جبنا الجريل بتاعنا الجميل ده هنحط فيه نقطة زيت وطبعا الكفتة ديت حتنفعج جدا جدا في عظمات رمضان وطبعا انا مش حقليها كلها حقلي جزء منها على قد الاكل والباقي افرزنه لرمضان كل سنة وانتوا طايبين او لو لسه بدري شوية على رمضان اي ضيف جالك فجأة حتستعمليه حيبقى عندك في منتهى السهولة ده هن نقطة الزيت في الجريل وحنبتدي ننزل الكفتة وتواطي طبعا البوتاجاز ريحتها بقى روعة خطيرة ريحتها خطيرة انا بس بحب اقلبها كده وممكن ان انتوا طبعا بتدخلوها الفرن مفيش مشكلة شايفة جمال بقى طعمها بقى صدقوني انا ما بعملش حاجة لذا كنت جردتها قبل كده طعمها ولا المشوية ومع الرز بقى البسماتي حاجة جميلة جميلة ما اقول لكمش بقى عايزة طبعا تكبري القرص بتاعتها كبريها براحتك بس انا بحب اعملها صغيرة كده ببقى شكلها جميل شايفين حبايبي لونها جميل ازاي اللون الدهبي كده الجميل ولا طعمها بقى ما اقول لكيش عليه خطير خطير كده حبايبي اتحمرت على الجنبين تبتدي بقى تجيبي ورق مطبخ وطبعا هتحطيها هتطلعيها عليها علشان تمتص الزيوت وبالفهانا وعافية يا رب عليكم ويلا عمليها بقى وجربيها وقليلي بقى رأيك علشان انا بيهمني رأيكم بصراحة ودي حبايبي قلب الكفتة بعد لما قلناها في الشكل الجميل بتاعها ده بصراحة انا قالت نصها والنص التاني شلته في الفريزر لأي ظرف طارق عندك بصراحة قدت كميات وفيرة جدا جدا وزي ما انا قلتلك قبل كده حتنفعك جدا جدا في عظمات رمضان وانا بقى مع شوية الكفتة الحلوين دولة عاملة ايه هنأكل ايه معاها شوية رز بسمتي عملت شوية رز بسمتي كده هوت حلوين يستهلوا بقوكو ولو اي حد حبايب قلبي عايزين طريقة الرز البسمتي ياريتكو تكتبوني في التعليقات وانا من عناية الاتنين هقولهنكو وان شاء الله قريب جدا جدا هعملكو حلقات كتير جدا جدا عن الرز البسمتي ايه رأيكو بقى في الطبق الخطير ده حاجة فخمة جدا جدا وطعمه رهيب بجد بجد خطير لازم تجربوه بنفسكو شوفي الطبق ده لو رحت اي مطعم بيتكلف كامل هتقدري بعد الفيديو ده تعملي ببيتك بنظافة وحيطلع معاك أحلى من كده بكتير ولا الرز بقى البسمتي معاك مفال في الولون جميل زي ما انتوا شايفين بتمنى لو الفيديو ده عجبكو تحطولي اجمل لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكو كل جديد الفترة الجاية ان شاء الله عندنا وصفات حصرية جدا اتمنى تشوفوها بحبكو في الله واشوفكو على خير في فيديو جديد ان شاء الله